بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته لهذا الجزء الرابع من الدرس السادس بعنوان Dimensioning Practices سوف نعطي بعض المعطيات المهمة والتطبيقية نبدأ بالBasic Concepts Dimensioning is accomplished by adding size and location information necessary to manufacture the object يعني وضع الأبعاد يحتاج وضع الأمكان والsize عشان نسهل عملية صناعة المجسم أو الشيء بتاعنا This information have to be clear, complete and facilitate the manufacturing method and measurement method خلينا نأخذ مثال هنا example هذا a designed part To manufacture this part What we need to know محتاجين نعرف width The depth and thickness of the part هذه محتاجين نعرف هذا البعد هذا البعد الارتفاع وهذا البعد بتاعنا كمان محتاجين نعرف a محتاجين نعرف diameter and depth of the holes لازم نعرف القطر بتاع كل ثقب وإيه والعمق بتاعه هنا القطر هو موجود في الاس هنا وهذا العمق بتاع كل كل هول محتاجين كمان نعرف a location of the holes لازم نعرف مكان المركز بتاع الدايرة هذه لهذا السبب وضعنا هنا ال L الدايرة موجودة بالنسبة للخط ده على مسافة A L من ناحية D المسافة بين السنتر لاين ده والمسافة بين السنتر لاين ده لازم تكون معطى اللي هي L هنا ولازم نعطي المسافة بين السنتر لاين ده الأفقي والسنتر لاين ده اللي هو L بين السنتر لاين والخط ده اللي هي L قيمة ال L دي تختلف من هنا من مكان ده للمكان ده للمكان ده للمكان ده ولو عرفنا ال L في كل هذه المجاسات ممكن إيه نحدد مكان أو مركز الدايرة بتاعنا دي ومركز الدايرة بتاعنا دي بالنسبة للانجل الزواية يعني ايه يعني هنا نجيب الفرجار ونركز في النقطة دي ونرسم القوس ده اللي هو يعتبر ايه الديمانشن لين بتاعنا عشان نعطي البعد بتاع الزاوية هذا المثال ثاني كمان هنركز هنا ونرسم الديمانشن لين بتاعنا هنركز في نفس المكان ونعطي ايه الديمانشن بتاعنا هنا وهنا كمان هنركز الفرجار وناخد القوس ده عشان نحدد الديمانشن لين بتاعنا كمان مستيك بعض الاخطاء هذا القوس ماهو جزء من دايرة ويعتبر ايه يعتبر خطأ بالنسبة للارك الأجواص يعني هنضع البعد بتاع القوس بتاعنا في الوجه اللي يكون هو ظاهر وهنا عندنا القوس ده وضعنا البعد بتاعه اللي هو ر ميتين الحرف ده R لازم يكون دائما قبل الرخم هنا اللي هو البعد ميتين to emphasize that this dimension is the radius of an arc عشان نبين انه البعد هذا ميتين هو البعد بتاع ايه بتاع قوس ممكن نضع البعد بتاع الارك بتاعنا في الشكل ده او في الشكل ده يعني مش محتاجين نعرف او نحدد هنا المركز هنا المركز معروف هنا المركز ما هو معروف اخذنا بس السهم بالاتجاه ده ووضعنا البعد بتاعنا والحالتين حالة دي والحالة دي صح نواصل مع الارك the dimension figure and the row head should be inside the arc ايه الشرط where there is sufficient space لم يكون في مكان كافي هناخذ الحالة وين عندنا sufficient space for both يعني ايه for both for figure dimension figure and row head هذا عندنا المكان كافي عشان نرسم السهم بتاعنا ده ونكتب البعد بتاعنا هناخذ الحالة الثانية اللي هي sufficient space for row head يعني عندنا مكان بس كافي لوضع الdimension line في الحالة دي بنعمل ايه move figure outside the view هنكتب البعد بتاعنا برا inside view ناخذ الحالة الثالثة insufficient space for both ما فيش مكان فاضي لا للسهم ولا للبعد بتاعنا in this case we must move both figure and a row outside the view هنكتبنا البعد بتاعنا والليدر line برا الرسمة بتاعنا نواصل مع الارك هنكتب البعد برا الرسمة بتاعنا برا الرسمة بتاعنا برا الرسمة هنكتب البعد برا الرسمة هنا كمان الdimension line ما يعمل زاوية بين 60 و 30 وهنا كمان في خطأ بالنسبة للليدر line بالنسبة للكرف The curve constructed from two or more arcs requires تحتاج the dimensions of radio and center's location لازم نعرف او نحتاج نحدد البعد بتاع القوس بتاعنا البعد بتاع القوس بتاعنا وايه ومكان المركز بتاع القوس لازم نعرف المسافة هذه والمسافة هذه عشان نحدد مكان المركز بتاعنا هنا كمان مستيك هنا عندنا نقطة مماس او نقطة تماث tangent point لازم نبعد ايه على النقطة دي السهم بتاع البعد اللي هو dimension line بالنسبة للسيلندر size dimensions are diameter and length يعني بالنسبة للسيلندر محتاجين نعرف ال diameter ال length بتاعنا هنا عندنا measurement method حسب طريقة القياس الابعاد location dimension must be located from its center lines and should be given in circular view يعني البعد بتاعنا لازم نضعه هنا لم يكن عندنا الشكل الدائري ده هنا اعطينا المسافة بين center line والخط هذا الافقي وهنا بين center line العمودي وخط هذا العمودي عشان ايه؟ عشان نحدد مكان center center line موسيقى